بعض فضائحهم المعتادة وبعض هزائمهم المتكررة لا يستحي إعلام الكرامة وإعلام ميليشيات حفتر الإرهابية من الكذب والافتراء وتلفيق التهم لقوات الجيش الليبي قنوات الدجل تقص مقطع فيديو لمقاتلين في سوريا وتقول إن في طرابلس مقاتلين سوريين ولكن تأبى الحقيقة إلا أن تنكشف فالمقطع كان في سوريا في عام 2016 وها هو المكان والزمان وقد نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي هذه الأخبار الزائفة في بيان له مؤكدا أنه سيتم ملاحقة هذه القنوات الفضائية وكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب التي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة له من انتصارات على المعتدي بعد كشفه معطراف الكثير أن في صفوف ميليشيات حفتر مرتزقة روس وبعد إثبات تقارير أممية وصحف عالمية تؤكد أن حفتر يستعين بالمرتزقة من كل حدب وصوب في هجومه الإرهابي على عاصمة الأمن والسلام عروس البحر طرابلس يلجأ إعلامهم لمثل هذه الخزعبلات ظن منهم أنها ستغطي على ما فعلوه من انتهاك لسيادة الوطن وحرمته من خرق واضح للقوانين الدولية ومنذ يومين قام الإعلام الحربي التابع لعملية بركان الغضب بنشر مقطع فيديو لأسرى من ميليشيات حفتر كان قد ألقي عليهم القبض بمحاور القتال جنوب العاصمة ترابلس يعترفون فيه بأنه قد غرر بهم وأنهم لا يقاتلون إلا قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني فإلى متى هذا التلاعب والكذب والزيف الذي تمارسه قنوات الكذب والفتنة وصفحات فيسبوكية لا هم لها سوى دمار الوطن وشرخ نسيجه الاجتماعي